بسم الله الرحمن الرحيم الطلب العزاء نسأل الله أن تكونوا بخير وصحة وآفية كمان أسأله أن يعمل أمان على بلدنا من هذا الوباء ومن سائر الفتن يا رب العالمين نلتقي يوم إن شاء الله بمحاضرة جديدة على وهي كيفية حل معادلة من الدرجة الأولى سبق إحنا إذا تذكرون في بداية المحاضرات بداية الفصل قلنا بأنه يتعامل بجميع المعادلات سواء كانت الجبرك أو ordinary differential equation أو partial differential equation إذا تذكرون بيّن الفرق بين ordinary differential equation وبين partial differential equation ولا ضير أن نرجع نذكر بهذا الشيء بالنسبة للأردناري طلاب يعني مثلا عندي مشتقة خلنقول dy على dx تساوينا مثلا 2x زائد 5 نفرض المعادلة العدي لاحظ بأنه هناك المعتمد اللي هو dependent y يعتمد على اليمن على متغير واحد ألا وهو x أوكي فهنان dependent يعتمد على independent واحد فقط هاي يسمونها شنو يسمونها ordinary differential equation بينما لو كان مثلا يعتمد على متغير آخر أو أكثر فهذا هيصور شي يسمونها partial differential equation كان يكون مثلا التوزيع درجة الحرارة مثلا بالنسبة للوقت لتايم مثلا سوئنا delta t على delta x plus المعادلات أوكي فهنان اللاحظ مثلا درجة الحرارة اللي هي dependent variable تعتمد عليها من على time هنان وكذلك تعتمد على x ممكن تعتمد على delta t على delta y or delta z وإلى آخر فهذه الحالة يسمونها شنو partial differential equation أي المعتمد اعتمد على زياد من مستقل من 2 وأكثر أوكي بينما من يعتمد على فقط واحد يسمونها ordinary differential equation فأكيد طبعا الordinary هي أسهل من حلها من partial differential equation لذلك كملكون أحاول إذا أقدر أحول هاي المعادلة إلى ordinary فهيكون اللي أفضل كما نلاحظ في بعض الحالات من نفرض الassumption شو مثلا من معادلة توزي درجة الخرار مثلا بالplane من نفرض one dimension الدلتا d بالنسبة للz والy حيصير صفر steady st times صفر بالتالي تصفالي مثلا بس الدلتا t على delta x فهيكون one dimension اضافة هاي سمينها ordinary differential وشي نالفد توضيح بسيط قبل لنولج بطرق حل هذه معادلات اللي هي هيكون هذا الفصل مجرد كيفية حل معادلات ordinary اللي هي المعتمد قلنا يعتمد على متغير واحد فقط فهنا طبعا اكو عدة طرق صراحة لكن سبحان الله هي الظرف اللي يدمر بها السحال سيلا الله يفرج علينا هذا الهم يعني ما رح ناخذ صراحة بس اهم طريقة هي نتطرق لها سواء بالنسبة لل tyler series وال oiler method واقطع عن طرق اخرى هاي صراحة ما رح نتطرق لها وانما نتطرق فقط fourth order range good method اللي هي يعني جدا مستخدمة صراحة واللي هي رائدة في مجال حل هذه المعادلات بالذات فان شاء الله نعزز شرح هاي المعادلة بالامثلة اوكي طعن هي المعادلة fourth order طعن هي بها عدة درجات بها first order بها second order بها third order وطبعا اكل مودفاي ايضا لكن هي fourth order صراحة جدا معمول بها واتو هتشوفوه ان شاء الله هاي حتى في استخداماتها في الدروس القادمة لأسيام المفاعل هتلاحظون استخدامها جدا ضروري فنتعرف على القانون طلاب مالتها بالنسبة للرينج كوته مالتها 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 واحد على ستة هي k1 زائد 2 k2 زائد 2 k3 زائد k4 كل هذا القوس مضروف في h اله اله اللي هو هنا شنوية طبعا هنا نقصد ب step size يعني امشي بين نقطة ونقطة اذا تذكر هاي الشي وقدنا دام احنا عدنا نختار في النقطة اولية وبعدين ناخذ نقاط هاي المفوض المسافة تكون بين النقاط ناخذ هي نحسب هنا الدالة نحسب هنا الدالة نحسب هنا الدالة هاي المفوض نلاحظ اذن من هذا القانون لازم مش عدي عني عندي اول شي دالة معطات اوكي عندي طبعا قيمتها المفروض بنفس الوقت عدي الستيبس عرف شقد دائم شي من ثم نلاحظ احتواء القانون في طياته على مجموعة من الكي هنا هاي الكي حين تعرف عليها كل واحد شون استخدمه طبعا بالنسبة للكي وين هو شي يساوي للدالة او العفو المشتقة عندما عند الاس والواي يعني هنا الدالة منيجي نحسب اكس وين عندي المفروض دالة اعوض بها قبل القيم الاس والواي هيطلع الناس جموعة بشي يساوي للكي وين نجع علي من نحسب الكي اثنين يساوي ايضا الدالة نفس هاي لكن هل الاس والواي نفس هين لا هي نفس القيم الاس والواي بس ها حدث عليهم اضيف لهم فالتحديث امود اختلف عن الكي وين فالتحديث راح يصير يقول الاس اللي بالمعادلة راح اشتسوي له راح اجمع وين نصف اتش نصف الستيبس وبالنسبة للواي ايضا احدث احدث عن طريق ايضا الواي زائد نصف الكي وين حسبته بعد دخلته حساباتي في الستيبس ايضا اذا هذا الواي احدث على المقدار وحدث الاس هو اشي هو نعوض بالدالة المعطات كذلك بالنسبة امين للكي ثري ايضا نفس الشي عوض بالدالة لكن اش يسوي بالنسبة الاس والواي ايضا نحدث عليهم الاكس ايضا تحديث نصف اتش والواي نفس الشي نصف نحس كي وين نجي النبه هناش راح اخذ راح ياخذ كي اثنين وكذلك الاتش نفس الشي بالكي فور راح يسوي مني دال لمالتي ايضا محدث هنا التحديث هي اختلف شوية الاكس هيصف زائد الاتش والواي هيساوي زائد ال كي ثري في الاتش اوكي بعد ما نحسب ذني قيم اخوان اجي اعورهم بالمعادلة واحسب منوة الواي الجديدة هالصالح تقريبا اجل جزء افتهمه جزء مفتهمه لكن عزز استيعاب القانون وفهمه ان شاء الله بالمثال التالي اشتركوا في القناة